على مستوى كورت القدم الحمد لله مجلس إدارتنا بحق نتائج كبيرة جدا لكن كمان على مستوى الإنشاءات الحقيقة النادي الأهلي بيستهدف إنشاء فرع جديد للنادي الأهلي يعني زي ما بعد الأربع فروع وبعد افتتاح كمان فرع التجمع الخامس وافق مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي الأهلي اللي حيكون إن شاء الله في مدينة العالمين الجديدة الفرع أو النادي حيكون على مساحة تقريبا 43 فدان تم تخصصها للنادي الأهلي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع شركة الأهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموحة العالمين للاستثمار والتنمية ده مهم جدا يا جماعة زي ما بقولك على مستوى الإنشاءات مهم جدا جدا نحن كمان دي موارد للنادي وسورس سورس بنجيب منه فلوس كتيرة جدا لو عايزت حق بطولات يبقى عندك لازم تشتغل في كل الجوانب سواء على الجوانب الاستثمارية أو على الجوانب الفنية كمان حق الجمعية العمومية أنها في أي مكان النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مصر من حق الجماهير أنها تكون لها فرع في كل إن شاء الله في كل محافظة بإذن الله يكون فيه فرع للنادي الأهلي إن شاء الله خطوة جيدة الفرع الخامس بعد طبعا افتتاح التجمع الخامس فيه دلوقتي خلاص بنحط الأسس بنحط كل الأمور الفنية إن شاء الله لانطلاق فرع فيه العالمين الجديدة إن شاء الله باسم النادي الأهلي ويكون إن شاء الله خطوة جديدة وفرع جديد يضاف لمؤسسة النادي الأهلي العظيمة طيب فيه خبر عندنا عمر السلية عمر السلية بيخضع لبرنامج علاجي طبعا أثر إصابته اللي اتعرض لها فيه طبعا العضلة الخلفية فيه مباراة مبارح أمام حرس الحدود اللي كان مؤجل طبعا من الأسبوع الستاشر لمسابقة الدوري وزي ما حضراتكم عارفين اللي انتهت بفوز الأهلي بسلسية السلية خضع لجراءات مبارح أشعة بعد انتهاء المباراة وأثبتت وجود يعني بعض الألام في العضلة الخلفية إن شاء الله كل التوفيق قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلا طبعا طبيب الفريق خضوع عمر السلية اللي برنامج إن شاء الله برنامج تأهيلي وعلاجي إن شاء الله بزوال الألم إن شاء الله تكون بسيطة يعني ممكن خلال أسبوعين إن شاء الله يكون موجود كمان على الجانب الآخر محمود متولي بيواصل أداء البرنامج العلاجي اللي انتظم فيه منذ عدة أيام على إثر طبعا إصابته كمان في كاحل القدم محمود متولي خضع لإجراء أشعة خلال الفترة اللي فاتت أثبتت الأشعة أن فيه جزع في مفصل الكاحل وهي الإصابة اللي يمكن تغيب بسببها عن مباراة حرص الحدود إن شاء الله كل التوفيق وترجع بالسلامة يا متولي قطاع الناشئين بمنظور الجديد قطاع الناشئين لكورة القدم بالنادي الآلي بيقرر ببل فتح الاختبارات في محافظة الشرقية والسويس ده طبعا من خلال البحث والكشف عن المزيد من المواهب والوعيدة إن شاء الله في محافظات مصر المختلفة الاختبارات هتبدأ خلال الشهر يوليو القادم إن شاء الله بيبدأ بيع الاستمارات في المحافظتين اعتبار من يوم السبت إن شاء الله بكرة مقابل 100 جنيه للإستمارة الواحدة بيستمر البيع حتى نفاذ الكمية إن شاء الله تباع الاستمارات في كل من مقر أكاديمية النادي الآلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية ومقر الأكاديمية في نادي النصر البترول بالسويس الاختبارات هتقوم في محافظة الشرقية بمقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير وده هيكون يوم الثلاثة إن شاء الله يوم أربعة سبعة لموليد 2013 و14 و15 و16 و17 و18 يوم الأربعة خمسة يوليو إن شاء الله لموليد 2007 و8 و9 و10 و11 و12 في نفس السياق بتقام الاختبارات في محافظة السويس بمقر الأكاديمية بنادي النصر البترول ده هيكون يوم الجمعة 7 يوليو لموليد 2013 و14 لحتى موليد 2018 يوم السبت 8 يوليو بتبدأ من موليد 2007 ولغاية 2012 ده إن شاء الله بإذن الله قطاع الناشئين زي ما أقول لحضراتكم ماشي بخطوات إن شاء الله بإذن الله بقيادة كابتن خالد بيبو وكابتن بدر الرجب وكابتن أحمد ناجي كلهم كوكبة من النجوم الكبار بيستعدوا لموسم إن شاء الله على مستوى قطاع الناشئين يكون موسم ناجح بإذن الله